الدكتور أيمن أبو العلاعود ومجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أكد أن برنامج الحكومة قدام البرلمان لازم يكون محدد بجدول زمني ورؤية واضحة وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية اللي هي تم استخدامها في تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع كمان أضافي بيان ليه النهاردة أن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب ما ينفعش يكون حبر على ورق ولازم يكون محددا باستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق أكد أن البرلمان هيقوم بدوره في مراقبة الحكومة على أكمل وجه مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر قال أنه هيرفض برنامج الحكومة لو وجد أنه بدون رؤية واضحة لتطوير التعليم في مصر قال أن برنامج الحكومة لازم يعمل على مصلحة الفقير ومحدود الدخل وكذلك ينبغي أن يتبنى البرنامج رؤية واضحة للنظام صحي شامل يحمي الفقير والغير قادر كمان الرؤية الاقتصادية في برنامج الحكومة لازم تكون واضحة ويجب إزالة العقبات أمام المستثمرين وإزالة البيروقراطية وتحديد برنامج لوقف نزيفة الجنيه أمام الدولار